اشتركوا في القناة وانتقال القمر من برج العذراء لبرج الميزان فعشان هيك هاي النقطة رح نركز عليها ولازم انكوا تركزوا فيها مظبوط عشان تفهموها طبعا القمر الان موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ذكرنا يوم امس عن خلو المساء الان احنا من بث الحلقة يوم الثلاثاء لا توقعات يوم الاربعاء مساء الثلاثاء ساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش بتنزل الحلقة لا اليوم اللي وراء فطبعا الان موعد بث الحلقة القمر موجود في برج العذرة ما زال موجود في برج العذرة طبعا في زاوية وحيدة رح تتشكل في اللي هي بعد بث الحلقة اللي هي ذكرناها برضو يوم امس اللي هي زاوية التثليث الايجابية اللي بين القمر وبين بلوتو وهاي الساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء وقولنا انه هاي زاوية ايجابية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي زاوية تأثيراتها بتظل لغاية ساعات الفجر يعني من الآن هي الساعة ستة وثلاث دقائق ذروتها هي موعد بث الحلقة بتكون مأثر وبتستمر لما بعد منتصف الليل بساعتين تقريبا بتوقيت جرينيتش بعدها في عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش رح يستمر لغاية الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة اللي هي الثلاثاء وهذا بيعني انه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بانتقل وبصير في برج الميزان اذا احنا توقعاتنا رح نحكي من الساعة هاي اللي هي عشرة ونص تقريبا مساء بتوقيت جرينيتش وما بعدها ما رح نذكر تأثيرات وجود القمر في العذراء رح نحكي كأنه انتقل تماما اللي بدو يعرف التأثيرات حلقة امس هي بتحكي عن التأثيرات فبدل ما نطول الحلقة عليكم ويملوا الاشخاص اللي ما بيحبوا الرغل كثير مني فعشان هيك بنا نختصر طبعا بعد الانتقال القمر تأثيره بصير علينا انه في هاي الفترة بما انه موجود في الميزان فهاي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الى الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة ممكن انه ننجح في اعمال فنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكن ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة الزوايا البطيئة طبعا هي زاوية وحيدة لتأثيرها مباشر في زوايا اخرى اه ذكرناها بالايام الماضية هي زوايا منفصلة تأثيراتها خفيفة جدا فاحنا مجرد مصارد تأثيرات خفيفة نطلعها من الذكر ولكن هي بالحسابات موجودة الزاوية اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هي تقريبا اخر يوم لالها وبتنتهي خلص يعني اخر تأثير قوي لالها اللي هي زاوية التزديس الايجابية بين عطارد وبين المريخ وهي حكينا انه اليوم ستة سبعة هو اخر تأثير لالها وعادة عند حدوث هذا الاتصال بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقات مع الاحبة اما بالنسبة للزوايتين البطيئ اللي هم السريعات اللي هم مع القمر اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية زي بين القمر وطارد ساعة واحدة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع طبعا بما انها وحدة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي ساعات الصباح اذا تأثيراتها من موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح الباكر اللي هي بعد شروق الشمس اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون فيه تمام ساعة واحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وهي تأثيراتها من ساعات الصباح اللي هي عن شروق الشمس لغاية ما بعد غروب الشمس من يوم الاربعاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية عنا اللي هي تقريباً تتركز على المسالك البولية أكثر شيء اللي هو الكلا، الحالب، المثانا، الأوردة، الجلد كعضول اللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر، الزائدة، الدودية هدول الأعضاء ما مننصح بإجراء عمليات جراحية لا إلها ينصح فقط للمراجعة والأدوية والأطبة وأخذ العلاجات اللازمة إلى هذا الموضوع ولكن دون تدخل جراحي إن أمكن ولكن إن كان الموضوع خارج عن اليد ولازم عملية فما في داعي يعني نمنعكم حدي هذا شيء بيد الله وإن شاء الله أنه ربنا بلطف الموضوع أما بالنسبة للأعضاء الأخرى يوصى بإجراء عمليات جراحية ما فيه أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل هذا الحق بما أنه الجلد حساس فأقول الحق لا الجراحة التجميلية ما فيه أي مشاكل عملية تنظيف بشرة وعملية التقشير والأمور هي برضو ما مننصح فيها وهذا اليوم لا يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان إذن خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 8-7 في تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 15 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 7 أيام في تمام الساعة 29 دقيقة صباحاً بيصبح 8 أيام نسبة الإضاءة بتصير 45% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22-7 طبعاً هي سعيدة الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في العذرة وبدو ينتقل للميزان زي ما حكينا وهو رح ينكث في الميزان لغاية يوم 8-7 والآن منتحس بنسبة 60% ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 40% ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 10% يعني بتنزل في ساعات المساء عند غروب الشمس تقريباً بيصير سعيد بنسبة 15% عطارت في السرطان حتى يوم 19-7 سعيد بنسبة 10% الآن وفي ساعة الظهر بيصير منتحس بنسبة 25% الظهرة في الجوزاء حتى يوم 18-7 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعة المساء بيصير سعيد بنسبة 45% المريخ في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أرى نصف الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 24-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي في التراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا القمر رح يكون مقابلكم تماما وهذا الشيء رح يسحب من طاقتكم شوي يخلي طاقتكم متقلبة ومزاجكم شوي متعكر لأنه في عنا اللي هو القمر في حالة منتحسة فعشان هيك بيكون في نوع من أنواع الصعوبة يوم جيد للقيام بعمل مشترك أو تعزيز العلاقة مع شركاء المال أو العاطفة أو التحاور معهم ولكن في لحظات العصبية بتظهر على الساحة بما أنه اليوم شوي ضاغط فهنا في بعض التأثيرات السلبية بتكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أو صحية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف اتجنب الانتقادات في مكان عملك أو مع شركاءك وفي نفس اللحظة ضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك تكون هادئ وما تفتعل مشاكل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن صار موجود في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل وبالصحة فعشان هيك بتجدوا اليوم أنه ضغط كبير صحيا طاقتك ضعيفة متوتر في حدية في الطباع حاسس حالك بدك تفشغلك في حد أو بدك تتفشش بدك تعمل مشكلة فعشان هيك برضو رح تجد أنه العمل بيتراكم عندكم ولكن ممكن تجدوا بعض التعاون من الزملاء وبعضكم ممكن يدخل بمشاحنات مع بعض الزملاء مارسوا نشاط بدني عشان يتخففوا من الضغط الموجود عندكم وعشان يتحافظوا على لياقتكم وتفرغوا هالطاقة اللي موجودة عندكم بطريقة الرياضة أو المشي أو الحركة وباكر لعملك وما تلتهي بالقشور حاول ترتب أعمالك بشكل جيد ما تشتغل عمليا بنفس الوقت اشتغل بالمهم بعدين الأهم اللي انشغلات عندك كثيرة وممكن ما تنجح في إتمامها أو تضطر لعمل وقت إضافي نظم وقتك وما تقصر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم الطاقة عالية جدا عاطفيا وجماليا وروحيا وفكريا ابتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أو مع أحد الأبناء مثلا أو أحد الوالدين هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي أو هواية معينة هاي فترة تعتبر فترة استثنائية ورائعة أو بيبتسم لك الحظ بتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك أو تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره في انفراج في خبر سار في أمور العلاقة بتغيير المظهر التجمي لقص شعر لباس جديد هيك بتحس اليوم عندك حيوية عالية جدا ورغبة للانطلاق فعشان هيك لا تكبح جماع حي هذا الشعور بالعكس انطلق وتحرك اعمل أي شيء بفرحك ولكن لا تخلي شيء ينكد عليك ومرضو ما تدخل بأي مشاحنات مع الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بما أن القمر صار في البيت الرابع فالتركيز رح يكون على هاي الأمور ممكن يكون استعجار بيت شراء بيت الاهتمام بالعقارات صيانة ترتيب أعطال منزلية مناسبة لقاء اجتماع يعني على كل الأصعدي اللي بتتعلق بالبيت والعائلة وممكن استقبال ضيوف أو أشخاص من خارج البلاد أو رغبة أحد موليد برج السرطان إنه يرجع لبلد الأم اليوم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنكم ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلقوا بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم برضو في بعض المصاريف الإضافية اللي ممكن تكون عائلية أو منزلية برج الأسد بالنسبة لما هوليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود في البيت الثالث بيت النشاط والحركة والانتصالات والحيوية الدماثة سرعة البديهة قدرة تحليل الامتحانات برضو ممتازة العلاقة مع الإخوة مع الجيران الاهتمام بأمور إلها علاقة بالسيارة أو بالأجهزة الإلكترونية عشان هيك اليوم تنشطوا بالدراسة والسفر القصير والاتصالات حتى التجار اليوم بيكون عندهم حيوية عالية ووسعكم اجتياز امتحان بسهولة ولكن ما تعتمدوا على الحظوظ بذها دراسة يعني مش بس القمر هو اللي رح يدعمكم فممكن برضو انه تعززوا العلاقة أو دعم أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة تعتبر هاي فترة ممتازة جدا للتواصل البناء مع الآخرين بتتمتع بنشاط دهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم اشي ما تضيع الفرص عليه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية فعشان هيك اليوم بيفتح لكم مجالات للاهتمام بالمسائل المالية ما بين فرص لمكسب مالي ولكن المكاسب تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم جائزة هدية مصريف فوتير كل هاي الأمور فرح تتركز الأمور على أمورك المالية ممكن تقلق من بعض المصريف اللي بتيجي طبية أو استشفائية طريقة حاول أنك تناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقة وحاول أنك تدقق بالتفاصيل قبل ما تتخذ أي قرار له علاقة بالمادة ممكن اليوم ترغب بمساعدة أحدهم أو تقوم بمبادرة خيرة على الجهتين الأجواء جيدة لهاي الأمور يعني فيه فرص ممتازة برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا اليوم القمر رح يشرف عندكم ورح يضل عندكم لغاية صباح يوم الجمعة فثقتكم بأنفسكم كبيرة في هاي الفترة وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد كبير حتى على المستوى العاطفي يعني ممكن تلاقي أنه حتى أنت للجنس الآخر ملفت للانتباه بحضورك أو بطاقتك بحيويتك بجمالك هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شيء أنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ أو تبتسم لك العاطفة اليوم أو حتى أنك تهتم بحالك بشكل أفضل كحيوية أو جمالية اليوم رح تكون عندك هيك يعني تهنأ باستحادة موقعك أو تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب بالنسبة بالنسبة لموليد برج العقرب للأسف الشديد طبعا القمر الآن اقترب لبيت متاعبكم دخل بيت المتاعب بمعنى آخر فعشان هيك بتبدأوا فترة صعبة شوي بتكون تتحملوها بس اعملوا أعمال روتينية طبط الأعصاب بدون أي مجازفات لغاية صباح يوم الجمعة الحديث ما يوصل لقمر عندكم فعشان هيك بتشعروا بالتعب بالملل بتلاقيوا بسيطرة عليكم بشكل كبير حاولوا انكم تخلدوا للراحة من وقت لآخر حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وتحاولوا تخلدوا قصة من الراحة زي ما حكينا بيسود سوء من التفاهم ما بينك وبين الأطراف بفاهمك بشكل خطأ بتخف وطيرتك تشعر بالملل ممكن انك تفقد أو تتأخر المعاملات أو تلغى أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني فترة هي سلبية شوي فبدكن تضبطوا عصابكم كمان أي شخص بوعدكم بشيء يعني اعرف إنه ما رح يوفي بهذا الشيء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم النشاط كله رح يكون على المستوى الاجتماعي وعلاقاتكم بالأصدقاء فلازم تستغلوها وتتحركوا بهذا الاتجاه لأنه هذا الاتجاه هو اللي رح من خلاله يعني تريح حالك من بعض الأمور أو تفتح بعض الأبواب المناسب لك اليوم تنشطه اجتماعيا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوي لحضور حفل أو مناسبة أو لقاء أو اتصالات بشكل مفاجئ أهم شيء تتجنبوا العناد حاولوا أن تكونوا أكثر انفتاحا على أراء ومواقف الآخرين لا تحاولوا تفرضوا رأيكم على أصدقائكم لا تتكاسلوا بادروا لا تصحيح الأخطاء بادر لا استعادة موقعك بواسطة بدعم بمساعدة أهمش أن اليوم ما بناسبك البقاء وحيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم اليوم برضو بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وممكن اليوم تعزز علاقتك معاهم أو الطالب ببعض المطالب اللي بتخصك أهم شي أنك تقدم أفضل ما عندك وما تتهرب من المسؤوليات المكللة إلك أو تتغيب عن عملك مثلا أو من أداء واجب لأنه هذا الشيء بدر بمصالحك أو بمصلحتك لأنه القمر يعتبر الآن في بيت السمعة فبدك تحافظ على إنجازاتك في مجال العمل لك تحافظ على سمعتك وعلاقتك مع الناس ما في داعي للتسرع للمغامرة لتشويه السمعة للمجازفات للاعمال اللي ممكن تسبب لك متاعب عشان هيك بدعوك لاستثمار كل الفرص الجيدة لأنه ممكن يجيك ترقي أو ترفيع فما تستغلها في الشغلات السلبية برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الجدو الدلو الجدو الدلو الدلو اليوم النشاط كله رح يكون بالسفر البعيد أوراق سفر معاملات سفر اتصالات بعيدة تعامل مع أجانب امتحانات جامعية علاقة طلبة الجامعة في بعض وهي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتهاز امتحان أو ندوي مثلا حاول أنك ما تستسلم يعني كرر المحاولة مرة أو تنتين بتجد أنها بتمشي الأمور ثابر حتى تصل لهدفك تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر وبترتفع فيها حضوضك بعضكم ممكن يقوم برحلة أو يشارك احتفال أو مؤتمر أو نقاش أو موضوع طبعا النقاشات والمواضيع كلها العلاقة بالدين والفلسفة والمورايات والأشياء هاي في بعضكم ممكن يكون عنده بعض الاستفسارات أو الاحتكاك في رجال القانون برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن اتحرك من مقابلكم للبيت الثامن وهنا التركيز كله رح يصير على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شي إنه ما تهملوا صحتكم ممكن اليوم تناقشوا موضوع تمويل أو قرب أو تناقش موضوع مواضيع مهمة أو تعيش امتحانات شوي فيها نوع من أنواع صعوبة لها علاقة بالضغط المالي أو مسائل المالية قديمة عشان هيك بدك تتعالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية التركيز رح يكون على المال اللي مش إليك لحالك مال الزوج مال شريك مال بنك ممكن قرض ضريبة تأمين ميراث ديون أشياء هاي برضو بتقدر اليوم تستغله لمطالبة بحقوق مالية لإلك كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر